نعم سؤالي بعد كده بيقول حضرتك انا ما كملت الشهر متجوزة وزوجي ضربني وبهديني وشتامني لا حاول على قوتة الا بالله وانا دلوقتي عند اهلي بقالي خمستاشر يوم ومحدش من اهلي زوجي سأل فيا ولا قال انت فين ولا هو معا ولا هو مع ان والله العظيم ما كنتش بقول غير حاضر ونعم وكنت بحترمهم جدا بس للأسف هو بهديني وضربني في حاجة انا مليش زنبي فيها والله محتاجة نصيحة من حضرتك لاني قلبه وجعني جدا من اللي حصل طبعا هو في الحقيقة احنا عندنا في في الارشاد الزواجي عشان بس مش قصد طيب خطرك ده بيتكرر بيتكرر ليه تعالي اقولك بيتكرر ليه بيتكرر لاني الناس مش مؤهلين للجواز الناس مش عارفين يعني ايه جواز الشخص الشخص تجوز وهو مش مؤهل للزواج فهو مش متأهل ان هو يتعامل مع امرأة ومش مؤهل ان هو يتعامل مع امرأة هي زوجته ليه هو في فرق اه طبعا انت ممكن تستطيع ان انت تتعامل مع زميلة تتعامل مع خلتك تتعامل مع ممتك تتعامل مع اختك لكن عشان تقدر تتعامل مع زوجتك انت محتاج تتأهل ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباقة فليتزوق وخلى فيه والشرع الشايفي خلى فيه نصوص خاصة بطريق التعامل للزوجات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى احنا ايه اللي حاصل يبقى المسألة ببساطة احنا محتاجين ببساطة ان احنا نتأهل الجواز طيب نعمل ايه اول حاجة احنا لازم يدخل وسيط عشان يصلح بنا اذا ما كانش فيه وسطاء انا شايف ان انت وزوجك محتاجين تلات حاجات واضحين جدا غير ليس فيهم خفاء اول حاجة انتو محتاجين ارشاد زواجي فتجن على مركز الارشاد الزواجي تاني حاجة انتو محتاجين تأهيل للمقبينين على الزواج وفيه انفعها ده فيه ناس بتجوز وبيحضروا دورات المقبينين على الزواج فانتو محتاجين تتأهلوا انتو الاتنين لانهو عنده مشكلة حاجة التالتة انهو محتاج يتعلم ويتدرب على مسألة ادارة المشاعر وادارة الغضب وادارة الضغوط لانهواضح ان المسألة دي احنا خايفين انها تتكرم مرة تانية وعشان كده لازم ببساطة نحاول بقدر امكان نخرج من الامر ده نخرج من الامر ده بالطريقة اللي انا ذكرتها لحضرتك تلات حاجات دول اول حاجة يبقى فيه ارشاد زواجي تاني حاجة ببساطة لازم يحصل تقيم المقبينة ازاق التالت حاجة ان احنا كمان محتاجين نتعامل بطريقة مختلفة مع القضية دي ويتعلم هو ادارة الضغوط وادارة الغضب لان احنا لو ما عملناش كده عندنا مشكلة كبيرة